الأخبار من الحدف وزارة الطاقة السعودية تدين تعرض مصفات الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة وتعلن ألا خسائر في محاولة الاستهداف مشاهد لتدمير آليات عسكرية حوثية في جبهة الكسارة بمأرب والميليشيات تهجر أحد عشر ألف نازح من مخيماتهم المرصد السوري يكشف عن صدور أوامر تركية للمرتزقة السوريين في ليبيا بالاستعداد للعودة تقييد أموال وتجميد طلبات التجنيس أبرزها تركيا تفرض قيوداً على الإخوان والقاهرة تعتبرها بادرة طيبة تطيب أوقاتكم مشاهدين وساعة مفصلة عبر شاشة الحدث والبداية من الشأن اليمني ومحاولات الاعتداءات الإرهابية الحوثية على السعودية حيث أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية تعرض مصفات تكرير البترول في الرياض الاعتداء بطائرات مسيرة الوزارة أكدت أن الهجوم الإرهابي تسبب بحريق تمت السيطرة عليه دون أي خسائر بشرية أوضح مصدر وزارة الطاقة أن إمدادات البترول ومشتقاته لم تتأثر وأكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم والاقتصاد العالمي المصدر شدد على ضرورة وقوف دول العالم ومنظماته ضد الاعتداءات الإرهابية والتخريبية والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها في اليمن أيضا كشفت مصادر طبية في صنعاء أن أعدادا كبيرة من قتل ميليشيات الحوثي معظمهم قتلوا في جبهات محافظة مأرب تسبب في عجز المستشفيات في صنعاء عن استيعاب المرضى العاديين وقالت المصادر أن أغلب الجثث لعناصر حوثية وقيادات أغلبهم من أبناء محافظة صنعاء والذين لقوا مصرعهم في محافظة مأرب على يد الجيش وغارات التحالف أجبرت قذائف ميليشي الحوثي عددا كبيرا من العائلات النازحة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب إلى نزوح ثاني باتجاه مدينة ومديريات مأرب ومناطق أخرى وقالت المنظمة الدولية للهجرة أن هجمات الحوثي أدت إلى نزوح ما لا يقل عن 2532 أسرة تضم حوالي 11 ألف شخص خلال الفترة ما بين الثامن من فبراير والتاسع من مارس الجاري تصديف محافظة مأرب أكبر عدد من النازحين في اليمن وتضم أكثر من 125 موقع لنازحين منها 14 موقع في صرواح وتضم حوالي 30 ألف نازح ومنذ مطلع فبراير تواصل ميليشي الحوثي هجماتها على مأرب خاصة في الأجزاء الغربية والشمالية من المحافظة هجمات أحدثت دمارا في الكثير من المنازل مضطر سكانها إلى الفرار من مجتمعاتهم المحلية ومواقع النزوح وذكرت منظمة الهجرة أن الأرقام الإجمالية للضحايا المدنيين وعدد النازحين غير واضحة بسبب استمرار القتال في المناطق المتضررة وتحذر وكالات الإغاثة من نزوح نحو 385 ألف شخص من مأرب باتجاه محافظتي حضر موت وشبوة إذا استمرت الهجمات نحو مدينة مأرب ومحيطها يا حرق العدو يحرقوا يا حرق العدو يحرق هذه دخائلة تقارح رحبهم نلق هاربين هاربين يحرق 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 الله أكبر الله الحمد ينظم قلنا على الهواء مباشرة الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبد المجلي أهلا ومرحبا بك سيادة العميد سيادة العميد دعنا بداية نبدأ من تصعيد هذه الهجمات واستمرارها بشكل متكرر وعنيف هذه الهجمة الأخيرة الآن على المملكة هل هناك أي معلومات إضافية عنها إذن يبدو أن الاتصال غير متوفر الآن سنحاول معاودة الاتصال بك سيادة العميد الركن عبد المجليج سيادة العميد الركن عبد المجليج أخير التقى وزير الخارجية التركي مولود شاوش أبلو نظيره الإيراني محمد جواد ضريف في إسطنبول الجمعة ونقلت وكالة الأنظور التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن اللقاء جرى في قصر ضولما بإسطنبول وبحضور رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان في دان وكانت الخارجية التركية أعلنت في بيان أن الزيارة تتناول إلى جانب بحث العلاقات بين البلدين تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية نعود بكم مشاهدين ومباشرة على الهواء معنا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبد المجلي أهلا ومرحبا بك سيادة العميد سيادة العميد يعني ما بين أخبار الانتصارات أيضا تستمر الهجمات أهلا ومرحبا تستمر الهجمات الحوثية على المنشآت والأعيان المدنية ومن بينها أيضا منشآت النفط في المملكة العربية السعودية إلى أين وصل الوضع وما هي المعلومات الإضافية التي ممكن أن نطرحها الآن بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك أختي العزيزة وشكرا لأستاذ المشاهدين لقناة الحداثة أختي العزيزة الميليشيات الإنقلابية الحوثية الإرهابية الإقرامية مستمرة في قرائمها بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على المملكة العربية السعودية ومنشآتها الاقتصادية وكذلك نحو المدن اليمنية وفي مقدمتها مدينة مارب مدينة مارب التاريخ والحضارة والأمقاد تقصف الميليشيات الإنقلابية الحوثية بصواريخ الباليستية وطائراتها المسيرة بين الحين والآخر كما أنها تطلق بقذايف المدفعية وأيضا الصواريخ بأنواعها والعيارات مديرية جنوب الحديدة وكذلك أيضا مدينة تعيز المدينة المحاصرة منذ ست سنوات هذه الميليشيات الحوثية الإقرامية أغراها تراغع الإدارة الأمريكية عن تصنيفها كجماعة إرهابية هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران فهمت ذلك التعديل والتراغع فهما خاطئ وكثفت أيضا من عملياتها الإرهابية سواء نحو الأراضي المملكة العربية السعودية وكذلك على المدن اليمنية الميليشيات الإنقلاب الحوثية لن يمنفع معها تلك المبادرات ولا الاتفاقات ولا الهدنات التي ينفع مع هذه الميليشيات ونحن قربناها أكثر من ست سنوات متواصلة بل أكثر من سبع سنوات وهي ميليشيات إجرامية إرهابية لن يمنفع معها إلى الحسم العسكري الذي هو الطريق الآمن والأسلم لتقنيب شعبنا اليمني وكذلك تقنيب المملكة العربية السعودية والمنطقة والعالم خطى الحسم العسكري الآن سيدة العميد ومعلوم لدى إيران أنها خطى الحسم العسكري الآن التقدمات نحن نتحدث عن تقدمات في جبل هيلان نتحدث عن تقدمات كبيرة ومتسارعة في محافظة تعز كيف هي التقدمات الآن في مأرب التقدمات والانتصارات يحققها القيش الوطني وبإسناد من طيران التحالف العربي للدك أوكار وتعزيزات وآليات وعربات الميليشيات الإنقلابية الحوتية الإرهابية في محافظة مارب وكذلك في محافظة حق التقدمات كبيرة وخاصة في جبهات مراد وسرواح وهيلان والمشقح والمخدرة والكسارة صحيح أن الميليشيات الإنقلابية الحوتية كثفت من هجماتها الصاروخية على مدينة مارب وكذلك أيضا الهجمات والتسللات على مختلف القبهات وبالأخص قبهات مراد وسرواح والكسارة لكنها في حقيقة الأمر كسرت تلك الميليشيات وبالأخص في منطقة الكسارة التي تلاشت تلك الميليشيات الإنقلابية الحوتية وأصبحت تلك المناطق وتلك القبال براكين تلتهم الميليشيات الإنقلابية الحوتية بين الحين والآخر الميليشيات الإنقلابية الحوتية وإزا ذلك الالتحام الشعبي أيضا مع محافظة مارب وكذلك أيضا الدعم العسكري والقوافل الغذائية والذي شكل روحا معنوية وشكل أيضا وحدة المصير المشترك وشكل أيضا الدفاع عن الثورة والجمهورية وكذلك على القلب النابض اليمن هي محافظة ماريب التاريخ والحضارة أيضا الانتصارات في محافظة تعز كانت انتصارات متسارعة وتقدمات كبيرة وكانت لها أيضا نتائج إيجابية في فك الحصار جزئيا عن مدينة تعز وأيضا إعادة السكان الذي أهجرتهم المليشيات الإنقلابية الحوثية من تلك الأرياف ومن تلك القرآن ومن تلك المناطق كأخبار حصرية لشاشة الحدث وعادوا الفرحة تكسوجهم في حيفان وكذلك جميل يعني أعتذر على المقاطع ولكن يهمنا بالفعل سير المعركة حتى تكون هناك أخبار متجددة طوال الوقت جبهات تعز لن نتحدث على أن جبهة واحدة جبهات تعز أي مدى التقدم فيها الآن ما هي المناطق الجديدة التي أضيفت إلى خارطة التحرير جبهات محافظة تعز فعلا بالكامل مشتعلة إذا بدانها من جبهات الأحكوم والتي حققت تقدمات كبيرة وتم تحرير عدد من المناطق شمال محافظة لاحق وقنوب محافظة تعز تم تحرير تباب الخزان والخضر الدبعي والقواعدة وقبل قاشع الاستراتيجي والهام الذي تم من خلاله تحقيق السيطرة النارية وطرق الإمداد عن الميليشيات الإنقلابية وكذلك منطقة المشقح في تلك الأماكن والمشقوب في مدرية حوفان في هذه اللحظة قواتنا تقدم إلى تبة مخاديرة أيضا في جبهة منطقة العنين الذي تحققت أيضا كثير من المنجزات والتقدم الأرض وخاصة السيطرة على تبة القبيرية وكذلك التبة الصفراء وعدد من الأماكن في تلك المناطق والتحام جبهة العنين مع جبهة جبل الخضر والتي تشكلت أيضا سيلا جارفة للميليشيات الإنقلاب الحوتية أيضا جبهة الأشروع ومقبنة وخاصة أنها التحملت الجبهتين وشكلت منطلقا لتحرير مختلف القبال وخاصة منطقة الكويحة والرهيب وقبل الرهيب الاستراتيجي وكذلك منطقة المطاهن وعدد من الأماكن التي تحقق التقرب نحو الخط الإسفلتي وأيضا جبهة الكدحة التي التحملت مع جبهة الوازعية وأصبحت تحقق التقرب مسافة سبع كيلومتر نحو منطقة البرح يدل ذلك دلالة واضحة على أن الحصار بدأ ينكسر عن مدينة تعز بتحرير أيضا الجهة الغربية سيكون فك الحصار عن مدينة تعز بصورة جزئية أيضا اشتعلت اليوم القبهات الشرقية في مدينة تعز وخاصة في وادي صالة والذي تم تحرير عدد من الأماكن وما زالت تقدمت مستمر أمام انكسار وتلاشية تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية هناك التحام كبير أيضا قبهات حقية وخاصة بعد أن تم تحرير عدد من القرى في عزلة بني حسن في تلك المناطق وأيضا مديرية مستبا وقطع الخط الإسفلتي وأيضا الطيران المقاتل دكا تعزيزات ودبابات ومدرعات الميليشيات الإنقلابية الحوثية أصبحت الروح المعنوية اليوم عالية لدى شعبنا اليمني ولدى القيش ولدى أيضا الدول المحبة للسلام أن تقمع تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية التي لن يمفع معها إلا الحصم العسكري أيضا كان هناك في قبهات الساحل الغربي صدت كل التسلولات والمحاولات الاشتباكات التي قامت بها بين الحين والآخر النصر لليمان النصر للشعب الهزيمة الميليشيات الإنقلابية الحوثية الساحل الغربي بأهمية الساحل الغربي بما يمثله من شريان لتغذية هذه الميليشيات بالسلاح وبالدعم أيضا كيف يمكن تحريك هذه الجبهة وهي مطالب الآن أصبحت مطالب كثيرة الحقيقة الاتفاقية السويدة كبلت استكمال تحرير محافظة الحديدة والتي تتخذها الميليشيات الإنقلابية في هذه اللحظات وكرا لتهريب الأسلحة والصواريخ وكذلك الطائرات المسيرة سواء من ميناء الحديدة وميناء الصليف ورأس عيسى بصورة متواصلة ويمر عبر تلك المناطق التي تسيطر عليهم لليشيات الإنقلابية الحوتية إلى العاصمة صنعاء وكذلك أيضا إلى محافظة صعدة وأصبحت مدينة الحديدة منطلقة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وكذلك أيضا للقوارب المفخخة في البحر والتي تؤثر على ممر التجارة الدولية وأيضا تطلق نحو المملكة العربية السعودية من تلك الأماكن الصواريخ وأيضا الطائرات المسيرة لا حل إلا باستكمال تحرير محافظة الحديدة بالكامل وسيقطع الجهاز التنفسي للميليشيات الإنقلابية الحوتية بتحرير ذلك يعني الذي يعطل الآن أو أيضا لم تستطيع الميليشيات الإنقلابية الحوتية إحداث أي اختار الذي يعطل الآن تحريك جبهة الساحل الغربي هو اتفاق ستوكول نعم اتفاق السويد هذا كان عطل استكمال التحرير ولم تلتزم به الميليشيات الإنقلابية الحوتية بل قتلت ذلك الاتفاق منذ الأيام الأولى بعد أن قامت الميليشيات بإحداث آلاف الخروقات في اتفاق السويد وقامت بإطلاق القذايف على أيضا على منازل المواطنين وعلى مواقع القيش الوطني وكذلك الصواريخ المدفعية ومختلف العيارات النارية وقامت أيضا بالضرب أيضا على مصانع ومخازن الحبوب في تلك الأماكن وخاصة مصانع أخوان ثابت وكذلك أيضا مطاحن البحر الأحمر في شرق مدينة الحديدة هذه الميليشيات الحوتية لن ينفع معها لتلك الاتفاقات سواء وهي رفضت كل الاتفاقات سواء اتفاقات جنيف والكويت وكذلك اتفاقات السويد ورمت بكل الاتفاقات عرض الحياة لأنها تنفذ الأقندة الإيرانية ضد اليمن سيادة العميد أريد أن أستغل معك كل الوقت بالفعل يعني الحديث الآن سريعا إذا سمحت لي عن جبهة حجة عن الجبهات في حجة وإذا ما تحدثنا عن الجوف ملخص سريع لها إذا سمحت آجبها تحجة مشتعلة وخاصة آجبها في مديرية عابسة الذي استطاع الجيش تحقيق تقدمات كبيرة وحرر أكثر من 13 قرية في عزلة بني حسن ومديرية عابسة وكان للجيش الوطني تقدمات كبيرة في تلك الماكن واستطاع أيضا انتزاع الميليشيات الإنقلاب الحوثية وانتزاع تلك الألغام التي زرعتها الميليشيات وتم استعادة أيضا كمية من الأسلحة والذخائر وبينها أسلحة أيضا متوسطة وخفيفة وأيضا كان دور للطير المقاتل الذي فعلا دمر الدبابات والعربات والأطقم القتالية ومخازن أسلحة لتلك الميليشيات الإنقلاب الحوثية هناك أعداد من المقبوض عليهم وهناك عناصر من الميليشيات من سلموا أنفسهم إلى قوات الجيش الوطني في المنطقة الخامسة والذي نحن نقدم لهم أيضا التحية والتقدير ونقدم التحية والتقدير لجيشنا الوطني بالكامل في كل القباهات القتالية الذي يحقق انتصارات أيضا في محافظة القوف هناك تقدمات وانتصارات وكل يوم الجيش يتقدم نحو مشارف مدينة الحزم عاصمة محافظة القوف أمام انهيار الميليشيات الإنقلاب الحوثية اليوم الميليشيات الإنقلاب الحوثية تتلاشى تدريجيا وخاصة بعد أن التحمت القباهات وبعد أن اشتعلت القباهات فتلاشت تلك الميليشيات أشكرك جزيل الشكر كنت معنا مباشرة من مأرب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبد المجلي شكرا سيادة العميد في تركيا التقى وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو نظيره الإيراني محمد جواد ضريف في اسطنبول الجمعة ونقلت وكالة النظور التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن اللقاء جرى في قصر دولما باسطنبول وبحضور رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان وكانت الخارجية التركية قد أعلنت في بيان أن الزيارات تتناول إلى جانب بحث العلاقات بين البلدين تبادل لوجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية في إيران أعلنت أنها ستختبر أنظمة التبريد في مفاعل أراك النووي الأحد المقبل هذا المفاعل كانت إيران قد وافقت على إغلاقه بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 لكنها تسعى الآن لإعادة تشغيله وبشكل كامل قبل نهاية العام الحالي إيران تتحدى المجتمع الدولي مجدداً وتعلن استئناف لانشطة النووية هذه المرة في مفاعل أراك منظمة طاقة الذرية الإيرانية أعلنت بشكل صريح أنها ستختبر بداية من الأحد المقبل أنظمة التبريد في مفاعل أراك نووي تمهيداً لتشغيله بشكل كامل هذا العام تطور يعني حسب المتحدث باسم المنظمة بهروز كاملوندي أن إيران حققت تقدماً في العمل بقطاعات الوقود والتخزين أهمية التطورات الحاصلة في مفاعل أراك الواقع على بعد نحو 250 كم جنوب غربي طهران تبرز عندما نعلم أن إيران وفقت على إغلاق المفاعل بموجب الاتفاق النووي عام 2015 ما يعني أن إيران استمرت في تطوير المفاعلات النووية وتنفيذ تهديداتها غير آبهات بتحذيرات المجتمع الدولي ففي شهر نوفمبر الماضي أصدر البرلمان الإيراني قانوناً متصلاً باستئناف تخصيب اليورانيوم القانون دعا وقتها حكومة روحاني لإنتاج 120 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة 20% سنوياً وتشغيل ألف جهاز طرد مركزي تحت الأرض بمنشأة نطنز وألف جهاز طرد في منشأة فوردو حتى مارس 2021 والأهم إعادة إحياء قلب مفاعل أراك لفترة ما قبل الاتفاق النووي وفي الشهر اللاحق لذلك أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية أن بلاده قادرة على إحياء قلب مفاعل بالماء الثقيل خلال شهرين واليوم يؤكد بهروز كامالوندي هذا التوجه معلناً أنه سيتم اختبار مفاعل الذي أعيد تصميمه يحدث هذا في وقت قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز تحت الأرض باستخدام نوع كان من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة هو AR4 من بيروت نظام ولينا أستاذ العلاقات الدولية دكتور خالد العزي أهلا مرحبا بك دكتور خالد دكتور خالد هذا الملف الكبير الذي نتحدث عنه الآن هل هي مجرد تهديدات أم أنه واقع حاصل على الأرض والغرب يخفل عن ما يحدث خاصة وأن وكالة الطاقة لا تمتلك معلومات كافية أو ربما يشوش على كثير من معلومات نتحدث عن ألف جهاز في منشأة فوردو فقط لأجهزة الطرد المركزي استمرار إنشاء أجهزة الطرد جديدة يذهب من هذا الملف الآن لأن هناك تحدي يمر بالمنطقة بالفعل من خلال إيران يعني مساء الخير لإلك دكتور أسماء وللفريق العامل ولمشاهدي العربية الحدث بالطبع هذا الملف يعني مهم جدا لما يحتويه من أزمة فعلية استمرت منذ فترة قديمة ولا تزال تتبلور آفاقها وخطواتها إلى الآن وحتى الآن المجتمع الدولي لم يستطع اتخاذ قراره النهائي بشأن إيران وإيران تعمل على استفزاز هذا المجتمع وتقدم نفسها على أنها قوة عالمية يمكن التحدث كما يمكن العمل من خلال العروضات التي تقدمها وتقول للعالم بأنني أصبحت قوة ولا يمكن أن تتكلموا معي المشكلة بأن الوحيدون الذين يعرفون ماذا في هذه المفاعل هم اتنين الولايات المتحدة التي خاضت محادثات طويلة مع إيران وانتهت باتفاق العام 2015 وإسرائيل التي سرقت مليون ونصف وثيقة ولم تعلق إيران نهائيا على هذا الحدث من هنا نعرف بأن هذان الطرفان هما الوحيدان الذين يملكان الحقيقة الفعلية وليست منظمة الطاقة التي تحاول أن تقشد حفوضا إسرائيل من جهتها دكتور خالدية تتحدث أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح ناوي وأم الولايات المتحدة تبحث عن حلول دبلوماسية وتقريب وجهات النظر أيهما أقرب إلى واقع إيران بما تمارسه الآن يعني ربما إيران تحاول أن تسجل نقطة على المجتمع الدولي وتخترق كل القوانين وكل الأعراف وتقول بأن هذه فرصة الوحيدة وهي تريد أن تستخدم نقطتين النقطة الأولى من خلال قنبلة دعائية تحاول تخويف العالم بها والنقطة الثانية هي ابتزاز الولايات المتحدة والجلوس على طاولة المفاوضات والتفاوض فقط من نقطة أين انتهت باتفاق 2015 وبالتالي هنا يصعب تصديق ما ترسله إيران وما تتكلم به وهي ترسل فقاعات دعائية تحاول أن تلعب على الحرب النفسية لأننا منذ يومين افتتحت إيران مدينة صاروخية باليستية كبيرة ونحن نعرف بأن هذه الإمكانيات عندما حاولت الصعود إلى الفضاء تم تدمير صاروخها أكثر من خمس مرات ونحن نعلم كيف تم تدميره وهي لم تستطيع لكن اليوم إيران تحاول أن تخرق وتسجل نقطة على الولايات المتحدة بطريقة انتصار لأنها تعرف بأن الولايات المتحدة ليس لديها أي مشروع فعلي لمفاوضة إيران سوى الانطلاق من مبدأ الجلوس على الطاولة وإيران لا تريد الجلوس وليس توسيع هذه المجموعة وإنما تقول للولايات المتحدة فقط أنا التزمت بقانون الاتفاق 2015 وأنتم من خرقتوه ولا يضمن لي بإذا جلست مرة تانية معكم من هو الذي يكون الضامن أريد سريعا قبل التحدث فك العقوبات وبظل هذا التخابط الذي ترسله إيران من هنا وهناك هي تريد فق العقوبات لأنها وضعها الاقتصاد سيء فمن هنا من أين أتت بكل هذه الإمكانيات السريعة بتطوير جهازها التخصيبي وتطوير أجهزة الطرد الجديدة ونشر حوالي 2000 طراد على مسألة مرحلتين فهذا يشك به بالإضافة إلى أنها ترسل شعارات من هنا وهناك بأنها تريد النفوذ وتفتح جبهات من اليمن شكرا جزيلا بيروت أعتذر على المقاطعة شكرا هذا ما سمح به الوقت من بيروت أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي شكرا دكتور نشرتنا مستمرة وفي بعض الفاصل المرصد السوري يكشف عن أوامر تركيا للمرتزقة بالخروج فورا من ليبيا ترجمة نانسي قنقر مهمتنا قول الحقائق كما هي في عالم مليء بالأحداث عالم لا يتوقف عملنا أصبح جزءا من حياتنا بعيدا عن المشاعر لنافس الواقع كما هو كل منا على حدة كان جزءا من القصة القصة التي تتجدد كل يوم الحدث كل مجدة جديدة الشرطة تواجه مجموعات تعمل على التخريب مهمة تبدأ ولا تنتهي رحلة بحث في مكان غاب عنه الأمان مولد فيه الرعب عن صور كانت ملونة خفوتت بالجاكرة أو على الجدران عن ضحايا للغدر سقط لم يغني عنهم فرار ولن تظهر خف على أخواتي لننصرار بس وإذ همك الخوف في كله عامل وبي تطيب أوقاتكم من جديد في الملف الليبي كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هناك ترقبا لعودة المقاتلين السوريين من ليبيا إلى سوريا وبأوامر تركية أشارت مصادر المرصد السوري إلى أن أوامر جاءت للمقاتلين السوريين الموالية لأنقرة والمتواجدين ضمن الأراضي الليبية بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيرا لعودتهم إلى سوريا إلى ذلك قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزي بوريل أن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام وأكد بوريل أن الالتزام بحضر توريد الأسلحة إلى ليبيا حيوي بالنسبة لمستقبل المسار السياسي قوات أجنبية توجد في ليبيا جزء من الحل السياسي للأزمة يقتضي خروج المقاتلين الأجانب وأن أعلم أن انسحابهم لن يتم بين عشية وضحاها ويتوجب أولا وقبل كل شيء التثبت من صمود وقف إطلاق النار والنظر في إمكانية مراقبة وقف إطلاق النار واستمرار صموده كي تتمكن السلطات الليبية الجديدة من القيام بواجبها في نهاية المطاف المقاتلون الأجانب أو سمهم ما شئ يتوجب عليهم مغادرة ليبيا فخروجهم جزء من الحل السياسي في الأثناء سنواصل دعم مسار الحل السياسي في ليبيا من القاهرة ينضم إلينا أستاذ محمد السلاك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد أستاذ محمد خروج المرتزقة هو ارتباط وثيق ومباشر بحل الأزمة بشكل عام الآن في ليبيا هذا الملف المعقد والذي أخذ مسارات كثيرة إلى أين وصل ومن أين يبدأ في حله مساء الخير وتحية طيبة لحضرتك ولكل أهلا مسار يبدو أن هناك خطوات متقدمة أحرزت في هذا الملف خاصة بعد أنباء تتواتر بقوة عن أوامر تركية لصحب المقاتلين الأجانب خلال الأسبوعين بعد مفاوضات موسعة مع الجانب الأمريكي في خلال الأيام المنصرمة أفضت إلى اتفاق بضرورة صحب المقاتلين الأجانب بشكل فوري هذا الملف يبدأ من الضغط الدولي وهذا ما بدأنا نرى بالفعل ثمار هذا الضغط كنا نستمع باستمرار إلى تصريحات أوروبية وأمريكية تدعو أنقرة إلى إعادة تقييم سياساتها في شرق المتوسط ولسيما في ليبيا في قضية المرتزقة يبدو الآن وعلى وقع التراجع أنقرة في الآوينة الأخيرة نرى أو نترقب صحب المقاتلين الأجانب أخيرا هذا بالتأكيد ملف شائك ولا يمكن تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد دون انتهاء وجود هذه القوات الأجنبية من على الأرض أظن بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مزيد من التطور في هذا الملف بالتعاون مع لجنة 5 زائد 5 التي أعلنت جهازياتها للتعامل مع هذا الأمر وكانت تنتظر الغطاء الدولي والدعم الدولي ويبدو أنه الآن بات واقعا ملموسا هل نستطيع القول أن له علاقة مباشرة الآن بالضغوط التي تمارس ضد جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي هنا نتحدث عن تركيا وإقامة العدد الكبيرة منهم ينعكس ذلك الوضع على الداخل الليبي لا شك سينعكس بشكل كبير ونوهت إلى أن خطوات أنقرة الأخيرة ومحاولاتها التقارب مع مصر وسياساتها وقراراتها الأخيرة تجاه جماعة الإخوان كل هذا يوحي بمحاولات لبداية جديدة وتغير كبير ربما أقرب إلى الجذري في السياسات ولكن لا نستطيع أن نحكم على ذلك في الوقت الرهن قبل أن نرى اكتمال الخطوات من جانب أنقرة والتأكيد على سلامة النواية وحسن النواية واستكمال هذه الخطوات وتوقف عن التدخل في الشأن الليبي كما كان الوضع فيه السابق سواء من خلال المرتزقة أو من خلال محاولات التدخل في القرار وغيرها من الممارسات التي كنا نشهدها من النظام الحاكم في أنقرة يعني جوزيب بوريل ربط خروج المرتزقة بتثبت استمرار وصمود عدم إطلاق النار كيف يمكن ربط هذا بذاك؟ هل هو للتأجيل فقط؟ أما لحجم التعقيد في هذا الملف تحديدا؟ وقف إطلاق النار مستمر والعملية ناجحة حتى الآن وأثبتت لجنة خمسة زائد خمسة فاعلياتها في هذا الأمر ولكن مشكلة المرتزقة ووجود مقاتلين أجانب على الأرض تقوض الاستقرار في البلاد تهدد عملية وقف إطلاق النار وتهدد الاستقرار عموما في البلد وبالتالي كان لابد من اتخاذ خطوات في هذا السياق وكان لزاما على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يكون أكثر حزما في التعاطي مع هذا الملف استمعنا إلى بيان وننتظر حتى قرار أو تطور في موقف مجلس الأمن فيما يتعلق بفرض عقوبات على أي دولة تتباطأ أو تمتنع عن صحب قواتها من الأراضي الليبية هذه مسألة ملحة هدف استراتيجي وأظن أنه حتى على سلم أولويات السلطات الجديدة في ليبيا باعتبار أن الحد الأدنى من الاستقرار لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود قوات أجنبية يمكن أن تشعل الصراع في أي وقت من الأوقات تفاهمات لجة خمسة زائد خمسة أيضا أظن أنها كان لها أثر إيجابي كبير هناك تحركات مستمرة والتزام ببنود اتفاق جينيف لكن هناك سؤال مهم جدا أستاذ محمد خطرة في بالي الآن ربما لحجم هذا الملف أنه كيف يمكن أو ما هي الضمانة التي تقدم لخروج جميع المرتزقة هل لديهم كشوفات بالأسماء مسجلة هم معلومين لدى جهات بعينها ماذا لا يوجد تخوف من أن تكون هناك خلايا نائمة هنا أو هناك هذه المهمة تقع على عاطق لجنة خمسة زائد خمسة وقد بدأت في الأيام القليلة الماضية في حصر أعداد المقاتلين الأجانب ويبدو أن تفاهما ما بين طرفين نزاع حول هذا الملف قد تم أتصور هذه مهمة معقدة بالفعل وربما تتسرب بعض هذه العناصر ترفض الانسحاب ربما تنتقل إلى مناطق أخرى هذه مسؤولية كبيرة لابد من العسكرين الليبيين أن يعووا وأتصور بأنهم بالفعل يعني يضع هذا في عين الاعتبار وضرورة أن تخرج كل هذه القوات بلا استثناء أي أن كانت ولمن تتبع لا يهم ولكن في النهاية لابد من أن يتم إجلاء هذه القوات بالكامل من الأراضي الليبية العملية قد تكون شائكة ولكن بدعم من المجتمع الدولي وباستمرار عمل لجنة خمسة زائد خمسة الاحترافي يمكن في النهاية أن تصل إلى تقدم كبير شكرا جزيلا لك من القاهرة كنت معنا أستاذ محمد السلاك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي شكرا جزيلا بعد مرور ثلاثة عوام على سيطرة قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية في دمشق كشف تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الميليشيات الموالية لإيران لا تزال تعمل على شراء الأراضي والمنازل هناك بما يعزز نفوذ طهران في تلك المنطقة الاستراتيجية القريبة من العاصمة السورية نشرتنا مستمرة وفي بعض الفاصل ترحيب مصري بتقييد تركيا للإعلام المعادي للقاهرة ترجمة نانسي قنقر لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة أصبحنا الحدث ترك مدينته المحروقة بلا وجهة ركب البحر بحثاً عن الحياة فغدرت أمواجه ولم يخلص ذلك القارب الصغير فمن الذي نجى؟ هذه قصة مئات آلاف من السوريين أهلاً بكم من جديد كشفت مصادر الحدث عن تلقي قيادات الإخوان في تركيا وثيقة من السلطات تطالبهم بتجميد أي أنشطة سياسية على الأراضي التركية وعدم إنشاء أي أحزاب سياسية أضافت المصادر أن الوثيقة التركية طلبت من الإخوان وقف تلقي أي تمويلاً خارجي مشددة في الوقت عينه على ضرورة عدم استهداف القيادات السياسية في مصر والدول العربية المصادر ذكرت أن الوثيقة وفقت أن تستمر قيادات الإخوان في استثماراتهم شرطة عدم استغلال الأموال بأنشطة ضد مصر كاشفة أن مستشار الرئيس التركي طمأن تلك القيادات بعدم الترحيل شرطة الالتزام بتعليمات الأمن كما أكدت المصادر أن نشاط قنوات الإخوان الإعلامية سيكون مشروطاً وبتصريح هذا وأفادت مصادر الحدث بأن تركيا جمدت منح الجنسية لكل من يحيى موسى المتورط باختيال النائب العام المصري وعلى سماح مؤسس حركة حسم الإخوانية تحريض كهذا بات من الماضي فتركيا تستعد للتخلي ولو جزئياً عن ورقة الإخوان في سبيل التقارب مع مصر ودول الخليج خطوات عدة اتخذتها السلطات التركية في هذا الشأن أبرزها إبلاغ القنوات الموالية للإخوان التي تبث من أراضيها بوقف أي تحريض ضد السلطات في مصر بل ووقف تناول الشأن السياسي والتركيز على المنوعات القائمون على هذه القنوات وهي الشرق ومكملين والوطن حاولوا التخفيف من وطأة القرار التركي من خلال مداخلات متلفزة أو على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الاجتماعات كانت بتدور في اتجاه واحد وهو تهدئة الخطاب السياسي أما تركيا فلم ترغب ربما في أن تظهر الخطوة كتراجع في سياسات تبنتها لسنوات فقدمت تبريراً لهذه الخطوة نحترم السيادة المصرية ولكننا نحترم أيضاً حرية التعبير والرأي القنوات المعارضة لا تأخذ ترخيصها من الدولة التركية ولا تبث عبر القمر التركي ولكن تركيا لن تسمح بأي هجوم أو تجاوز ضد أي دولة أو نظام ورغم هذا الموقف التركي إلا أن القنوات الموالية للإخوان أعلنت وقف عدد من البرامج السياسية التي اعتادت التحريض على مصر ودول الخليج وتسعى تركيا في الفترة الأخيرة للتقارب مع مصر وعدد من دول الخليج وتهدف من خلال هذه المحاولات للتوصل لحل فيما يتعلق بالخلاف بشأن غاز المتوسط حيث يجمع مصر تحالف مع كل من اليونان وقبرص يؤطر لعمليات البحث عن الغاز في المنطقة وتعد ملفات غاز الشرق المتوسط وتدخلات التركية في الدول العربية والدعم التركي لجماعة الإخوان التي تصنفها مصر ودول خليجية كجماعة إرهابية تعد أبرز الملفات العالقة بين تركيا من جهة ومصر والسعودية والإمارات من جهة أخرى في القاهرة أيضا رحب وزير الدولة لإعلام مصري أسام هيكل بقرار الحكومة التركية الزم قنوات جماعة الإخوان المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية هيكل وصف الخطوة بالبادرة الطيبة من الجانب التركي والتي من شأنها خلق مناخ إيجابي لبحث الملفات بحل الخلاف بين البلدين وتابع هيكل قائلا أن صدور قنوات من دولة لمهاجمة دولة أخرى ليس مقبولا في العلاقات الدولية مضيفا أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر لا تصب في مصالح الشعبين يعني ما مفيش ده للعداء مع دولة أخرى والكلام ده كله اللي احنا بك يعني حتى في تصريح ده أحد المسؤولين شوفتوا أنه هو يعني ما كانوش يعرفوا أن الأمور بتبقى فيها هذا العداء بهذا الشكل أنا ده كله يعني مش عاوز أدخل في تفاصيل لأنه التفاصيل ده بيكمن فيها الشيطان إنما أنا عموما أنا يعني معلق فقط على الخطوة اللي حصلت بالأمس وبقول إنها خطوة إيجابية وإن شاء الله تخلق مجال كويس لأنه لو في بعض الخلافات السياسية أو غيره يبقى الأمور يبقى فيه مناخ هادئ للتعامل حولها يعني يعني أو قنوات تابعة لتنظيم معين أو باتجاه معين أعتقد ده كان بيخلق مناخ يعني يفسد أي نوع من أنواع الودي وبالتالي لما حصل الكلام الخرج مبارح وأتمنى إن شاء الله أن يكون يعني صحيح بإذن الله ويستمر بهذا الشكل أعتقد أن هذا بيخلق مناخ هذه حاجة إيجابية نحن بنقول على الإيجابي إيجابي والسلبي سلبي من القاهرة ينضم لنا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية أهلا ومرحبا بك دكتور طارق دكتور طارق كيف تقرأ هذه الخطوات ونحن هنا نتحدث عن علاقة متوترة منذ وقت طويل تابعنا كثير من ما بث عبر هذه القنوات من تحريض وتحريض مباشر على تخريب السياسة داخل مصر حتى انتقاد سلوك الدولة وما شابه ويعني لم يعد هناك مجال لهذا الحديث بشكل واضح ياسين إقطاي ورده أن نحترم السيادة المصرية ولكن نحترم أيضا حرية الرأي ما علاقة هذا بذاك أنا في تقديري أن هذه الخطوة التركية خطوة جيدة إلى حد ما من المفترض أن يليها خطوات أخرى القضية ليست حضرتك منصات إعلامية فقط أنت تتحدث عن خطوة مرتبطة بقنوات هذا شيء جيد وبالتالي بادرة جيدة يمكن التفاهمها في بدء الحوار السياسي المقترح بين البلدين والذي قطع ربما شوطا أنا في تقديري الشخصي هناك أخطر من هذه القنوات الإعلامية هناك منصات إعلامية ومؤسسات بحسية ومراكز بحسية تعمل في تركيا وتعمل في دول أخرى بتحريد مباشر من الجانب التركي وبالتالي هذه الخطوة مرتبطة بسلاس قنوات إعلامية لكن هناك أيضا منظومة إعلامية أخرى وسياسية تحرد على السياسات المصرية وتتبنى توجهات عدائية بطبيعة الحال من المفترض أن تشملها هذه الإجراءات الأولية أما موضوع تصويب إن صح التعبير تصويب الخطاب الإخواني المعادي للدولة المصرية ستطلب إجراءات وتطلب خطوات جادة من الجانب التركي القضية ليست في تجميد جنسيات أو ما إلى ذلك هناك أهم من هذا هو إطار العلاقات الصنائية والعلاقات أيضا الإقليمية نتحدث عن الصنائي فهناك قضايا عديدة بدأت بخطوة الإعلام والتحريد الإعلامي لكنها تمر أيضا بخطوات صنائية متعلقة بالعلاقات المصرية التركية في الإقليم أهمها في تأدير ما يحدث في إقليم شرق المتوسط موضوع منتدى الغاز موضوع الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع كبرس واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية وغيرها من الخطوات المفترض أن عين تركيا على هذه النقطة ربما لأنها تمثل أهمية كبيرة لسياسة التركية بعد أن نجحت مصر بمهارة كبيرة في إقصاء تركيا طوال الفترة الماضية وقامت بإجراءات سياسية وعسكرية متعددة أزعجت وأربكت صنع القرار التركي وصل الجيش المصري بمناوراته كما تعلمي إلى الجبأة للبحر الأسود وإلى مناطق التماثل السراتيجية في تركيا بالإضافة طبعا إلى الملف الأهم هو الملف ليبيا وملف ليبيا هناك تطورات عديدة في هذا الإطار أعتقد ليست القضية أيضا اتفاق ترسيم الحدود لكن التعامل مع الحالة الليبية وإخراج عناصر المرتزقة أحدثك أيضا عن نمط العلاقة مع دول الخليج العربية ودول الأهم لمصر في هذا الإطار وبالتالي في جملة من القضايا محل النقاش سواء على المستوى السنائي والإقليمي إذا بدأ أنا بخطوة الإعلام هذا شيء جيد تبنى من خلاله إجراءات بناء ثقة لكن سيليها الأصعب المرتبط طبعا بمنظومة العلاقات السنائية وهذه العلاقات بتوتراتها الآن دكتور طارق إلى أي مدى مصر تحتاج إلى تحشيد الطاقة وتحشيد العلاقات وتحشيد حلفاء لها يتفقوا معها في نفس وجهة النظر وقد تعرضوا للأذى بالفعل من هذه الجماعة وما تمارسه وبالتالي أيضا ما زالت التدخلات التركية في شؤونهم ونحن نتحدث عن ملفات شرق المتوسط بحجمها يعني أعتقد أيضا أن الأطراف الحليفة لمصر موقفها يقترب من الموقف المصري تركيا عينها على الإقليم في إطار كما تعلمي تصفير المشاكل أو تنهية وتصفية المشكلات في الإقليم السياسة التركية الآن حضرتك تسعى إلى إنهاء المشاكل بصورة تكتيكية وبصورة استراتيجية التكتيكية هو ما تشاهدين ومحاولة إجراء حوارات ومحاولة تصفية لبعض المشكلات تقديم أوراق جديدة لها في الإقليم سواء كانت إعلامية أو غير إعلامية لكن هذه خطوات تكتيكية للسياسة التركية وسياسة التركية بارعة في هذا يعني تحركت في مصارع عمليات متعددة أزعجت الإدارة الأمريكية السابقة والحالية جملة من التشابكات ودوائر متقطعة مع الأطراف الرئيسة في الإقليم على المستوى الإقليمي والدولي على روسيا وبالتالي فيه يعني جوانب كثيرة في هذا الإطار هذه السياسة التركية سياسة وقعية برجماتية نفعية قضية الإخوان ستكون طبعا أحد أوراق الضغط لكن أنا أظن نتعاملهم مع جماعة الإخوان الإرهابية ستطلب إجراءات لكن القاهرة عينها على الجميع القاهرة لديها سياسة رشيدة في الإقليم وسياسة كبيرة ومهمة في نطاقات متعددة وعينها ربما تكون أقصر رؤية واستطالة مع الجانب التركي القضية ليست استدارة مواقف أو محاولة يعني خلق حوار جدي مع الجانب أو يعني على مستوى تركية لكن القاهرة لديها أيضا معطياتها وسوابتها في التعامل مع الشأن التركي القضية ليست إخوان كما يتصور البعض لكن القاهرة لديها رؤية كاملة تأتجاه التعامل مع الحالة التركية في الإقليم وفي تقدير أن السياسة الخارجية المصرية ناجحة التي أرغمت الجانب التركي على التراقع لمواقفه بعد هذه السنوات مصر سيدتي ليست في حاجة إلى شهادات حسن السير والسلوك من تركيا أو من غير تركيا وبالتالي لديها القدرة على هذا موضوع جماعة الإخوان الإرهابية أعتقد ستتعامل معه مصر أيضا بسياسة واقعية مع مرعاة طبعا حلفائنا وأصدقائنا وأشقائنا في هذا الإطار ومهم جدا أن يحدث هذا في هذا التوقيت شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح كنت معنا من القاهرة دكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية شكرا جزيلا كشف ناقيب الأطباء في بيروت الدكتور شرف أبو شرف عن هجرة 20% من الأطباء في لبنان خلال الأشهر الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية محذرا من كارثة ستحل على الجسم الطبي إن بقيت الأوضاع كما هي اليوم أزمة هي اقتصادية بالدرجة الأولى مع الأسف الإمكانيات المادية عند الأطباء خفت كثير ولذلك عم بفتشوا على غير مطرح تقدروا يأمنوا معيشتهم ومعيشة عيدتهم والأعداد بالإجمال يلي هي لحد هلأ منقول حوالي 20% من المجموع الأطباء وأكتريتهم كفئات عالية وهو بيشكلوا كارثة بالنسبة لإلنا إذا كملت الأمور بهذه الطريقة يعني عم بفلوا الواحد وراء الثاني بتسوال أنا عتيت هالسنتين من قلبي للبنان بس لبنان اسن قابليني بقاك أناخوة عنك كيف حالت تقلق؟ بروت تقلقك أم تقلقك أم كيف حالت أم لأني بيروت كثير بأفعون بقولونه بالعربي أنت ترموك إلى إنفاء بينما عذر لي إنفاء إنفاء فحبي لبيروت هو هكي هذا محب محبا هذا ليس جيد لأي ويجب أن أخرج شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة نلقاكم على رأس الساعة القادمة بأخبار جديدة وملفات جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة